أنا مش عارف إمتى بعض الناس حيبطلوا يتكلموا على أنتوني مودست الراجل لسه في البداية وزي ما قلت لحضراتكم ممكن نكون ما شفناش منه حاجة لغاية دلوقتي ولكن عندما يستعيد ليقتل بدنية ويوقف على رجله نقدر نتكلم في هذا الأمر بعض البرامج مستلمى الموضوع ده بس وكأن عالم كرة القدم انتهت وما بقاش غير فيه مودست اللي موجود في النادي الأهلي ما تتكلمه على بقية الأندية واتكلمه على كل شيء خلوا الراجل يوقف على رجله الأول وبعد كده نتكلم عنه هو كل موضوع لازم يسجل هدف 2 و 3 كلنا بنقول هذه الكلمة أن الرجل حتى الآن لم يصل لـ 20-30% من مستوى هو حيجيب مستوى زي إلا من خلال اللعب في هذه المباريات الحياة الموضوع كمان تخطى فكرة الانتقاد الفني اللي في رأي مش مبني أساسا على وجهة نظر منطقية لأنه لسه بدري لسه بدري أنه نتكلم يعني أنا أقدر أحكم على مودست كمان 5-6 مباريات ولكن الانتقاد تعدى هذا الأمر وصل لأن مودست قال لك حيكون سبب للإطاحة بأمير توفيق وأصلي كابتن محمود كابتن محمود الخطيب مش مبسوط من أمير ومش مبسوط من مودست والله يا جماعة الكلام ده غير حقيقي كابتن الخطيب ربنا يديله الصحة كابتن الخطيب مش متدايق وأمير ما عندهش مشكلة مودست هو لاعب في النادي الأهلي لم يقف أو لسه لم يصل إلى مستوى ليقف دانية 100% أو 80% مش هقولك 100% فحيحظه بكل الدعم زيه زي أي لاعب من الفريق ومن الجهاز الفني اللي بيدعمه وحيفضل يدعمه طول ما هو لاعب في النادي الأهلي وأنا متأكد أن الجمهور حيفضل يدعم هذا اللاعب النقطة الأخيرة في حقوق صد لاعب سابق ما ينفعش أقول عليه محلل الحقيقة لأنه أراءه مبنية على مبدأ خالف تعرف وخالف بلاش خالف تعرف خالف تعمل تريند أو خالف تجيب مشاهدات أو يعمل نفسك كوميدي وانطب يعني الحاجات اللي حضراتكوا هاتنجح طلع يقول إيه كولر ملوش تأثير على فريق النادي الأهلي كل ما تطلع تقول كده كل ما حطلع أقول أن أنت عروسة بيتلعب بيك يعني إيه الفوز بيبقى مجهود اللاعبة فقط مش فهم الحقيقة لو أحد مش هيرد مرة تانية على هذا الكلام لأنه كلام لا يستحق الرد ولكن كل شوية هقول لكل جمهور النادي الأهلي أنه اسمعوا الكلام ده واتحاكوا أو قولوا له كفاية تهريج بقى التهريج له حدود برضو ما ينفعش تطلع تقعد تقول أي كلام في أي كلام برضو أتمنى أن الرسالة توصل وأنا عارف أن الرسالة بتوصل بيسمعوا له كل حاجة فأنا عارف أن الرسالة بتوصل نروح للفقرة القادمة فقرة بالعقل